اكد سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة والمتوسطة التي تمثل جزءا اساسيا من منظومة الاقتصاد البحريني وقال سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ان رؤية سمو ولي العهد لدخول الشباب البحريني في سوق العمل وتأسيس الشركات التجارية للشباب في سن 18 عاما واضحة جدا وتحمل بين طياتها العديد من الاهداف النبيلة كما ان توجيهات سمو ولي العهد بالاستثمار في شباب الوطن كأحد اهداف الخطط الاستراتيجية للمملكة اخذت طريقها في التنفيذ وستكون للشباب البحريني كلمة قوية في المستقبل القريب من خلال الدخول في سوق العمل وتأسيس الشركات الخاصة بهم وتابع سمو إن القرار الذي صدر بشأن ضوابط تأسيس القصر والبالغين 18 عاما للشركات التجارية هو نتاج حقيقي لما جاء في قمة الشباب 2018 والتي تعتبر احدى مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة استجابة والتي طالب الشباب من خلالها بمنحهم الفرصة لتأسيس شركاتهم الخاصة الأمر الذي مثل جانبا مهما من تحقيق تطلعات الشباب البحريني وهو الأمر الذي نسعى له جميعا في جعل الشباب العنصر الأساسي والمحرك الفعلي للاقتصاد البحريني وثمن سموه الجهود التي بذلها سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة والتي خلصت إلى تقديم دراسة وفية لممارسة منهم بين 18 عاما و 21 عاما للأعمال التجارية وتأسيس الشركات التجارية وإصدار هذا القرار الهام واختتم سموه تصريحه بالتأكيد على أهمية تعاون جميع الجهات ذات العلاقة في المملكة مع الشباب في تأسيس الشركات والعمل على دعمهم باعتبار الشباب ومشروعاتهم أمل البحريني ومستقبلها التجاري وقال سموه كما إننا نأمل من الشباب بالمبادرة في الدخول إلى سوق العمل لتأسيس الشركات التي يرونها مناسبة لهم ولميولهم ودراسة السوق بصورة صحيحة ليكون النجاح حليفا لهم